تحولت الأزمة اللي صارت بفنزولا لأزمة عالمية بعد الإنقلاب اللي صارت من المعارض إخوان جويدو ضد الرئيس الفنزولي نيكولاس مادورو فبعد ما أمهلت ست دول هي إسبانيا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا والبرتوغال وهولندا الرئيس الفنزولي نيكولاس مادورو 8 أيام للدعوة لانتخابات تحت طائلة الاعتراف بخصمه رئيس البرلمان لمعارض إخوان جويدو رئيس للبلاد أعلن مادورو عن استعداده لينظم انتخابات تشريعية مبكرة ويتفاوض مع المعارضة ولكن مادورو اللي قرر أنه يوصل رسالته من خلال وسائل أعلام روسية حسن بالمقابل موقفه من المطالبة بإجراء انتخابات رئاسية جديدة وقال ما منقبل إنزارات من مين مكان بالعالم وما منقبل الابتزاز الانتخابات الرئاسية أجريت من أقل من سنة وإذا بدون الإمبرياليين انتخابات رئاسية جديدة لازم ينطروا للـ 2025 لأنه بتبلغ مدة الولاية الرئاسية بفنزولا 6 سنين لأعلام الروسي نقل كمان عن مادورو موفقته لتتوسط دولة بالأزمة الصايرة كطرف ثالث بس بحكم فشل جولات حوار سابقة من بين وساطة الفاتيكان عم بيشكك المعارضين بالمحادثات وبيعتبروا أنه مادورو عم يستغل ليسكت المحتاجين ولا يكسب وقت من جهة تانية عم بتكمل المعارضة الفنزولية شحن الشارع ضد سلطة مادورو وعم بتراهن على تزايد الضغوط الخارجية والدخلية بمحاولة لكسب دعم الجيش ضد الرئيس مادورو خوان جويدو الوجه البارز للمعارضة أكد أنه عنده دعم كبير من المجتمع الدولي بسعيه للتغيير وبهالسياء اتصر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بجويدو وهناي بعد ما أعلن نفسه رئيس بالوكالة الفنزولا وقشت بالتعبئة اللي عم بيقوم فيها ألف لمعارضين الفنزوليين وشاف بهيدا الشي كفاح للحرية بدوره البيت الأبيض قال بيبين أنه ترامب وغويدو اتفقوا أنه نيبقوا على تواصل دايم لدعم استعادة فنزولا لاستقراره وإعادة بناء العليقات الثنائية بين أمريكا وفنزولا الدول المحايدة رح تنظم مؤتمر عن الوضع بفنزولا فأعلنت لأوروغوي والمكسيك عن تنظيم مؤتمر دولي بسبع عشباط بمونتي فيديو بيجمع البلدين والمنظمات الدولية لإخد موقف محايد من الأزمة بفنزولا ما تنسوا تعمل وسبسكرايب على يوتيوب ولايك لصفحتنا على فيسبوك ترجمة نانسي قنقر